شهد الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومي المصري والذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطط الأنشطة البحثية للقوات المسلحة شارك في أعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بكل ما يشمله من إمكانات لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة أشاد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بموضوع البحث وأهميته في مواكبة التطور العلمي والتقني وتطبيقاته المختلفة لتطوير الأداء داخل القوات المسلحة كما أسنع على الدور الذي تقوم به الأكاديمية لتأهيل الدارسين وفقا لأصص ألمية حديثة بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يكلفون بها لحماية ركائز الأمن القومي على كافة المستويات